اه حصة النهاردة عن اخر ملوك دولة البطالمة في مصر وهي الملكة كيليو بطرا السابع التي تولت الحكم بعد بطلميوس الثاني عشر احنا اخذنا بطلميوس الاول هو مؤسس دولة البطالم بعد كده في بطلميوس الثاني الثالث الرابع وصولا الى بطلميوس الاثناشر تولت بعده الملكة كيليو بطرا السابع وقبل ما نتكلم عن حب انطنيوس لكيليو بطرا لازم نعرف الاول مين هو انطنيوس ومين هو اكتافيوس هنقول ان بعد اغتيال قيصر روما انقسمت الامبراطورية الرومانية بين اعظم قائدين هم مين انطنيوس واكتافيوس والقائدين اللي اتنين تميزوا بالقوة فقررت كيليو بطرا التحالف مع انطنيوس ضد مين ضد اكتافيوس وبالتالي ظهر عداء هنا بين اكتافيوس وبين انطنيوس لان كيليو بطرا احبت انطنيوس وتزوجته وكان يحرم او يمنع على الرومان التزوج بغير الايه بغير رومانية فبالتالي قامت حرب بين الاتنين مين اكتافيوس وانطنيوس الحرب دي ظهرت في معركة اسمها ايه معركة اكتيوم البحرية معركة اكتيوم البحرية عام كامي اولاد عام واحد وتلاتين قبل الميلاد. وزي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا ان المعركة دي كانت فين? كانت في البحر. كانت فين? في البحر. طيب يا ترى ايه اللي هيحصل في المعركة? اي معركة لابد ان يبقى فيه هزيمة ويبقى فيه انتصار? اول حاجة اللي حصل في معركة هزيمة انطنيوس وكيليو بطرة السابعة لان هي كانت معا حلفته. وبالتالي انطنيوس لما انهزم عمل ايه انتحر انطنيوس. ولما كيليو بطرة علمت بانتحار انطنيوس انتحرت هي ايه ايضا? يبقى انتحار الملكة كيليو بطرة السابعة. وبانتحار الملكة كيليو بطرة السابعة انتهت دولة البطالمة. طب دولة البطالمة انتهت ليه? طبعا لما اخر ملك من ملوك دولة البطالمة يموت بالتالي الدولة بتاعتها تنتهي. وتصبح مصر اولاية رومانية. اصبحت مصر اولاية رومانية. تابع المين? تابع لحكم مين? اوكتافيوس. الايه? الروماني. الذي حكم ايه? مصر بعد ايه? ذلك. طيب. اه دلوقتي احنا اتكلمنا يجي لنا سؤال مهم هنا. اقول لنا من نتائج المتلتبة على معركة اكتيوم البحرية. هنقول انتحار انطنيوس. هزيمة انطنيوس وكيليو بطرة. انتحار الملكة كيليو بطرة. انتهاء دولة البطالمة. اصبحت مصر اولاية ايه? روماني. وهنتكلم عن اهم الاثار والفنون البطلمية في مصر. يا ترى البطالمة. فترة حكمهم في مصر. عملوا ايه? احنا عارفين ان البطالمة اهتموا ببناء المعابد الضخمة عشان يظهروا للمصريين حبهم. من ضمن الحاجات دي اول حاجة منارة الاسكندرية التي كانت تستخدم لارشاد السفن في البحر ليلا. كان فيها نور بالليل بقى ينور للسفن بالليل. معنا معبد دندرة. معنا كمان معبد دير المدينة. يبقى المعبد اسمه ايه? معبد دير المدينة. يبقى معبد ايه? دير المدينة. معنا كمان معبد ادفو. معبد ادفو. معبد ايه? ادفو. واخيرا معابد فيلة. واخيرا معابد ايه? فيلة. يبقى معانا منارة والبقى معابد. منارة الاسكندرية. معبد دندرة. معبد دير المدينة. معبد ادفو. معابد فيلة. واخيرا معانا اهم الاثار اللي تركها البطالمة في النوبة. كان في اثار برضو في النوبة. معبد كلبشة. معبد بيت الوالي. معبد وادي السبوع. يبقى كلبشة بيت الوالي وادي السبوع. يبقى المعبد دي ايه? كلبشة بيت الول ودسوة. وبعد ما خلصنا الاثار والفنون البطلمية في مصر لازم نعرف يا ترى ايه الاسباب اللي خلت دولة البطلمة تسقط. اي دولة عشان تنهار وتسقط لازم يبقى في ضعف ملوك. يبقى اي دولة عشان تنهار يبقى ضعف الملوك. يبقى اول سبب معنا ضعف الملوك بعد بطلميوس الثالث. انا عند بطلميوس الاول. والثاني والثالث دول كلهم ايه اقوية? اللي جه بعد بطلميوس الثالث مالك ضعيف. بعد كده كسرت صورات الشعب المصري. كسرت صورات الشعب المصريين بيعملوا صورات كتيرة ضد حكم البطلمة. ضد حكم البطلمة. زيادة نفوذ روما وتدخلها في شؤون مصر. يجينا سؤال مهم هنا يقولك بما تفسر. يعني ايه بما تفسر? يعني اسكر السبب. يعني قلنا ليه? ليه? ايه هي الاسباب اللي خلت دولة البطلمة تسقط بما تفسر سكوت دولة البطلمة. يبقى ضعف الملوك بعد بطلميوس الثالث. قصرت صورات الشعب المصري ضد حكم البطلمة. زيادة نفوذ روما وتدخلها في شؤون مصر خاصة في الفترة اللي كان بيحكم فيها مين? بتحكم فيها الملكة كيليو بطرة السابع لانها كانت ملكة ضعيفة فبالتالي زيادة تدخل ايه روما? وبكده نكون خلصنا درس النهاردة وكل سنة انتو طيبين يا حبيب.